احنا دخلنا في نقلة حضرية لأول مرة الدور بتاعنا تظهر في محكمة يعني حتى دي والله أنا خاف من الدور ده شوف أنت بتعتبرها نقلة حضرية نعم نقلة حضرية ليه ايه معنى وهلا حتى على مستوى العالم ايه معنى ان محكمة توقف تحكم مش عنصرية دي مش عنصرية كرة القدم لعبة بطبعها عنيفة لكن لما السيداتي مرسوها مع السيدات العنف فيه تكافؤ بس دي حكمة هو العنف هي فيه حاجة ما تستحمل حد زعلها بالطريقة اللي فاتت دي هي دي ولا حطعيض بقف الملعب ولا حتعمل ايه يعني بس اوروبا فيه محكمات يا سيدي أنا مالي وما الاوروبا هذي ليست عنصرية انا كل شيء طب بدي ايه تخوفك منها تخوف ان الكرة لعبة عنيفة لعبة قوية لعبة فيها سرعات وقوة لازم السيدة لا تنافس الرأو يعني انتا هتشوف ماتشو ملاكمة اتنين ملاكمين الحكام مش هتضربه برضه الرجالة يعني مش ضربه الجارة تقصد لا اول كم لا فيه زي فيه مشاهد عنفة في الملاعب كلها على مستوى العنف بس القانون بيحمل اتنين يعني ايا بيحمل ورغم كده بعد ما يحصل الحدث هتتعاقب انا ليه ليه اخلي طب انا وانا بجري السرعات والقوة مش ممكن وهي بتجري تخبط في حد يعني انا بتكلم خلينا الامور تبقى ماشية طبيعية ما تيجي نشوف الاول محكماتنا على المستوى الدولي ونشوف في الاول كراتنا النسائية اللي هي حالتها يرسلها ها ما فيش انت بتتغلب دلوقتي بيذكر عالي جدا من اي فرقة بتلعبها مش هتقول بقى التحكيم يعني من كتر تفوقه انت بتدعمه بالعنصر النسائي التحكيم بوضعه الطبيعي محل نقض جامد جدا ومحل جدل جامد جدا جدا في مصر لسه هي خطوة بدري انا ما بقولش انها متجيش بس انا شافش انها خطوة بدري لكن على مستوى ان الحكمة تبقى خارج الخطوط كحكم رابع ممكن يبتديها كده شاهندة المغربي اللي كانت حكمة رابع قدرت مباراوط دي البرامدز مع المقصة تقريبا قبل بداية الدورة البرامدز هو المقصة واختلع الكابتن يعني حتى سمعت ان الحاج عامل حسين قال لهم هتحكم لكم واحدة بستين راجل وشاف لها بعض المطشاط هتوبقى ظاهرة انا بتكلم بقى ممكن تبقى فيه واحدة كده تطلع لك احنا تملي واحنا بنتكلم نقول ايه حتى في التقييم في السوداءات شوفوا الحكم فين قريب من كل كورة سرعة ارتداده سرعة ارتداده رايح جاي مع اللعيبة تحركات القطرية بعده عن الالتحامات دي حاجة فيزيكا ما لاش دعب التلت ولا الموهبة ولا القدرة انما حاجة بدنية فهل هتشوف يعني ممكن تجيلك واحدة تمتلك هذي الاستثناء استثناء انا ارجو ان احنا ما نخطرش بالخطوة اللي اذا كان الوقت يستحق مش مش تستحق من ناحية الموهبة القدرة حتى بدنية انا بتكلم الموهبة الجانب النفسي ممكن تبقى هي واحدة عندها صلابة انما انا بتكلم دلوقتي هل دي هتبقى مسألة تعمم انت انت في ماتش ودي ممكن تدفع بيها ماشي تدي له الخبرات ماتش ودي حتى لكمية الجارية هتبقى هي هي ولكمية الالتحامات هي هي ولكمية الغضب من القرارات هتبقى هي هي ولا سرعة الاداء في الماتشات الودية بتبقى هي هي ماشي ممكن ادرب الحكمات على هذا الكلام لكن في المرحلة دي ممكن عشان ما بقاش ضد التجربة انا بس متخوف منها ممكن على مستوى الحكم الرابع او حامل الرأي ممكن لكن الدخول جوه الفيلد عايزة تتأجل شوي وعموما ده برضو زي ما قلتلكم مؤشر على لا احتكر بيه الصواب يعني ده مؤشر على هذا التطور الحضار الحقيقي لانه